السلام عليكم طلابنا العزة محاضرتنا الثالثة اللي تخص الفسلجة والتشريح راح نبديها ان شاء الله واليوم تطرق محاضرتنا حول أنسجة الجسم الأنسجة المكونة للجسم ناخذ شيء مبسط عنها وإلا كل نوع من أنواع الأنسجة كما هل سلاحظ هنا أربع أنواع رئيسية يحتاج واحدة كتاب كامل فشنه هي البدي تشوز؟ تشوز كومبوز اف سبيشالايز سيل اف وان تايب ذات بير فومت كومان فكشن الأنسجة هي تتكون كومبوزد من خلايا متخصصة سبيشالايز نوع من الخلايا متخصص شوف سبيشالايز متخصص اف وان تايب ذات بير فومت كومان فكشن ينتج لي أو يعدي إلى أو يقوم بوظيفة عامة هذا النسج يقوم بوظيفة عامة داخل الجسم هناك أربع أنواع رئيسية من الأنسجة مثل إيش الإبيثيليال تشوء الأنسجة الطلائية شون هاي الأنسجة الطلائية؟ هي الأنسجة اللي تغطي الجسم من الخارج ومن الداخل أيضاً لعباء الداخلية كفرز بادي سيرفيز كفرز بادي كافيتيز إذن هي عبارة عن نسيج يغطي الجسم من الخارج سطح الجسم مثل الجلد والأعضاء الداخلية من الداخل مثل اللي يبطل للقناة التناسلية يبطل للقناة التنفسية يبطل الأمهاء إذن هذا كله نسيج طلائي الانسجة الرابطة هي اللي تربط لي أو تدعم لي جسم أو تدعم لي أجزاء الجسم الأخرى تربطها مع بعضها وأيضاً تطيها قوة إذن هو شنوه الانسجة الرابط يربط لي أجزاء الجسم مع بعضها ويدعمها ينطيها قوة النسيج الثالث اللي هو النسيج العبلي موسكولر تشو بارتيسبيت 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 موفمينت يساهم لي أو يكون لي أو يولد لي الحركة مع الجسم النقطة الرابعة أو النسيج الرابع طلاب هو نيربس تشو النسيج العصبي شنوه ها برسبونس توستيميولاي آآ أن دراسميتس بيولسز فروم وان بادي بارت تواناذر إذن هو مسؤول عن تلقي الإعازات أو المحفزات شوف معناها محفز أو محفزات الخارجية مثل إحنا ندوس شي حار نحط دينا على شي حار رأساً يوصل الإعاز للدماغ نسحب دينا نشعر بالحرارة إذن هو هاي شنوه نقلها هذا مستشعر خارجي محفز خارجي يقوم بنقله هاي الإعازات معناها الإعازات يقوم بنقل هاي المستشعرات أو المحفزات وين ينقلها ينقلها من جزء من الجسم إلى أجزاء أخرى من الجسم أو ينقلها للدماغ هذا هو النسيج العصبي تشو كلاسيفيكيشن هس تصنيف الأنسجة طلاب إحنا صنفناها أربع نواع ما عسش كل واحد ناخذ عليه شي قليل عدنا أول نوع هو الإبيثيليال تشوه شنو الإبيثيليال تشوه مثل ما قلنا عليه هي الأنسجة الطلاقية أو الغطية للجسم The epithelial tissues or epithelium forms a protective covering شوف A protective معنى حامي covering تكون لغلاف أو غطاء حامي للجسم Of the body شوف covering of the body and all the organs وجميع الأعباء الأخرى الداخلية It is the main tissue of the outer layer of the skin هو المكون الرئيسي المن أو النسيج الرئيسي الموجود بالجلد لأنه غط سطح الجسم It is forms the lining of the intestinal tract أيضا يبطل لي ثنيات القناة التنفسية وأيضا Respiratory urinary passage الممرات البولية urinary والrespiratory معنى الممرات التنفسية أيضا يبطلها القناة التنفسية والقناة البولية أيضا شي يكون لي البلاد فصل يبطل لي أو يغطي لي أو يكون لي البلاد فصل من الداخل والخارج يوترس أيضا الرحم يبطل أو يغطي واثر body cavities والأجزاء الأخرى مثل المثانية مثل الأعباء التناسلية أي كلها هو يبطنها In addition to forms gland عند نقطة أخرى أو وظيفة أخرى إذن هو الوظيفة الأخرى يغطي لي الجسم من الداخل والخارج حتى يحافظ عليها ووظيفة الأخرى الثانية المهمة هو أكو خلايا من بعض الخلايا تتخصص من هذا النسيج تكون لي تكون لي الغدد الغدد تكون نوعا ياما إجزوكراين ذات إفراس خارجي عفو إندوكراين ذات إفراس داخلي إندوكراين أو إجزوكراين ذات إفراس خارجي وحس نتطرق لها بعد قليلا النسيج الثاني طلاب الكنكتف تشوه تساوكراين ذات إفراس خارجي ومعنى أخرى من الجسم إفراس هنا طلاب معنى أنا سيجي إذن هو يدعم لي أو يقوم بتقوية أنسجة الجسم أنسجة الجسم الأنسجة على الأعضاء أورغانس أو أورغانس أو أورغانس أو يربط لأنسجة الجسم مع بعضها شنسميه كونكتف تشو اللي هو سيتي مايبي كلاسيفايد أكوردينك تو ديغري أوف آآ تو إتس ديغري أوف هاردنس آآ يعني تو إتس ديغري أوف هاردنس العفو طلاب يعني نسبة إلى الصلابة مالته انقسمه إلى الأنواع التالية النوع الأول اللي هو سوفت كونكتف تشوه الأنسجة الرابطة الرخوة الأنسجة الرابطة الرخوة متليش؟ متل الأديبوست شو النسيج الدهني أديبوست شو شنو هضيفة النسيج ديني ستور فاتس يخزل الدهون ضايبراس كونكتف تشو النسيج الرابط اللي في ضايبروس لي في معنى آآ مذهال عليه كونسيست أوف كولاجين مادة الكولاجين الموجودة عنده بالعضلات والإلاستيك فاي بارز الألياف المطاطية أيضا طبعا هاي الألياف المطاطية موجودة بالذات وين كنسيج رابط بالأوعية الدموية حتى تمكنها من التوسع الأستيك معنى مطاطي النوع الثاني من الأنسج الرابطة اللي هو هارد كونكتف تشو الأنسج الرابطة القاسية أو القوية مثل يش مثل الكارتليج الكارتليج والبون مثل الغضروف والعظم النوع الثالث من الأنسج الرابطة اللي هو اللي كوت كونكتف تشو مثل إيش؟ مثل البلاد واللنف الدم واللنف هسا عدنا نسيج الثالث طلاب هو المصل تشو؟ النسيج العضلي النسيج العضلي هاي نقطة مهمة خلية الخلية العضلية تكون على شكل خيط أو على شكل مغزلي لذلك مصل فيبر لذلك نسميها الألياف العضلية إذا قلنا المصل فيبر سيعني نقصد الخلايا العضلية لأن شكلها شكل الخيوط تصنف النسيج العضلي يصنف إلى ثلاث أنواع نسيج العضل الهيكلي اللي موجود عندنا على آيد وبالأقدام هانا أخوف الأمر توضحنا بعض الأمور النسيج العضل الهيكلي الفولونتري شوفو طلاب يعني إراد Éad بكيف نريد أن نحرك نريد مان أحرك وضيفة حرك للهيكل الهيكل ما للإنسان نسيج العضلي العضلي عفلة القلبية طلاب العفوي نسيج العبل القلبي يكون للقلب طبعا هاي يكون مثل اللي يجواها لايرادية يعني ممكن للقلب نقدر نوقفه هو يتحرك ويقف بكيفه من يوقفه الإنسان يموت فإذا شو نقول هو نسيج يكون للقلب العبلة القلبية والنسيج العبلة القلبي شو تكون هاي العبلة تكون للقلب وهي عملها يكون لايرادي نفس الجواها سموت مصول ايضا لايرادية تكون للأحشاء الداخلية مثل المعدة والأمعاء هسا نيربوس تشوي النسيج الثالث اللي هو النسيج العصبي النسيج العصبي يشمل لنوعين أو يتكون من نوعين يضم سنترال نيربوس سيستيم الجهاز العصبي المركزي والبريفيرال نيربوس سيستيم الجهاز العصبي المحيطي بريفيرال محيطي إذن يضم لنوعين نيربوس أو نيورال تشو لو نقول عليه نيربوس تشو لو نيورال باللاتين نيورال تشو هم نفس الشي الوحدة التركيبية الرئيسية للنسيج العصبي شنو هو نيورون نيورون معنى الخلية العصبية نيورون الخلية العصبية نيورون كونسيست نيربوس سيال بادي هاي نيورون الخلية العصبية منه شتتكون من جسم الخلية نيربوس سيال بادي جسم الخلية بلاس بالإضافة إلى شنو سمول برانشيز لايك تطلع منها تفرعات إذا التفرع كان طويل وممتد نسميه أكزون المحيط والدينترينك نسميه شجيرات إذن هي تتكون من جسم الخلية بالإضافة إلى المحور العفو أكزون المحور اللي متصل بيها والدينترينك هي التشجرات أو التفرعات اللي طالعا من الخلية هسا طلاب هاي صورة توضح لبعض الأنسجة لاحظوا إحنا أول شي رحنا من يم الدماغ على الجهة اليومنا شوف نيربوس تشو نسيج عضلي هذا طبعا عصبي نيربوس تشو نسيج عصبي مركزي جينا جوا على القلب بش أخبنا كاردياك مصل العفلة القلبية اللي يقلنا علي شنو عملها تكون مخططة شوفوها ويكون عملها لا يرادي انفولونتري جينا لي جوا اخبنا من لابها سموت مصل العفلات الملساء او العفلة الملساء اللي شي يكون عملها ايضا يكون عملها لايرادي شوف رحنا من فوق من الجهة العليا طلاب اليسرى العليا شوف هنا أخبنا نوع من أنواع نسيج الدهني شوفوا هذا النسيج الدهني اللي يعتبر نسيج رابط جوا جينا شنو نوع الثالث من العفلات توفق ألبي اللي قلنا عليا شوها المصول نوع الأخر أخذنا نوعere منه وهذا النوع لأخر الي هو العبلاة الهيكلية و قلنا عليها هاي العبلاة تكون اها ها النوع من العبلات يكون إرادة الحركه النوعين القلبي والو الدنيا دماء shorts يكون لاي يrada الحركه وهناه أخذنا مقطع من الجيد جواه شوفه O شوفه الطوخ من فوق و هاي طبقات الجيد هسا عدنا جلاند أوف تشو طلاب مو قدنا جزء يتخصص او خلايا معينة تتخصص من النسيج الطلاقي وتكون له غدد هسا نريد نعرف شن الرابط بين الأنسجة والغدد او النسيج والغدد الغدد اول شي ناخد تصنيف الغدد حتى شوية شوية نتدرج ناخد بعض المعلومات البسيطة عنها نوعين عندنا من الغدد النوع الاول هو الغدد ذات الافراز الخارجي شنهاي الغدد ذات الافراز الخارجي إذن هي الغدد اللي تطلع لافرازاتها او منتجاتها اطلع الى سطح الافراز من النسيج الطلاقي عن طريق بدون او عن طريق قناة إذن موجود تحتوى على قناة هاي القناة شو توصل لي؟ توصل لي الافراز مال هاي الغدد الخارجي لذلك اسميناها غدد ذات افراز خارجي مثال عليها سليفر غلاند الغدد اللعابية ثانيا عندنا طلاب اندوكراين ثانيا اندوكراين غلاند الغدد الصماء ليش صماء؟ لأن ما تحتوى على قناة تتوصل لي الافراز الى المكان المحدد تعدد مالتها لا او المنتج مالتها تفرزه بالدم وهو يروح للجسم ينتشر ويروح للعضو المستهدف تفرز منتج هوين للدم الى مجرى الدم بشكل مباشر غدد صماء لان ما تحتوى على قنوات تنقل افرازاتها مثل يش ثايرويدوغلاند الغدد الدرقية ثالث النوع ثالث عندنا نوع من الغدد يفرز لي اكزوكراين واندوكراين نوع ثاني من الغدد او ثالث من الغدد يفرز لي هم عنده وظيفة يفرز اكزوكراين ويفرز اندوكراين مثل البنكرياس الصراحة اللاحظة مكست فرايتي سامي غلانس بوسات بوسات بوث اندوكراين فاكشن مثل البنكرياس يام ما يفرز لي مثلا بعض الانزيمات يوصلها عن طريق قنوات خاصة للاثنى عشر مثل اللايبيسيز الانزيمات اللي تخضم للدهون هذا نسميه اكزوكراين يام ما يفرز لي مثل الانسولين للدم يعني يطرح بالدم بشكل مباشر هرمون الانسولين بهذا الحالة نسميه غدد صماء اذا البنكرياس يعتبر غدد ذات افراز خارجه يعتبر غدد صماء اندوكراين اذا النسيج الغدد هو يتكون من خلايا تتخصص لان تفرز لي شغلات معينة او منتجات معينة سنجي نعرفها بالتفاصيل المونموم يعني القليل مثل يش تفرز لهاي الافرازات سيكريشن معنى افرازات سيكريشن سابستانسي شنو هي السيكريشن الافرازات هي عبارة عن مواد سيكريشن سابستانسي سوبروديوست اريوز ايلسوير انذا بدي تستخدم في مكان اخر من الجسم يعني تفرز بالغدة وتروح الى مكان ثاني او مكان اخر بالجسم تشتغل به هي اهي معنى الافرازات معنى الطلاب الطرح او الافراز الطرح او الافراز يعني تبعد الى الخارج معنى الافراز او الطرح الى الخارج غلانديولار ابيثيليال سيال مي سانثيثايز سانثيثايز ستور انت سيكريت بروتينز الغدد اه الغدد هي الغدد ثلاثتها ثلاث انواع هاي المنتجات اللي راح نطراق لها الغدد شو سو تصنع وتخزن وتفرز الغدد تصنع وتخزن وتفرز اذا هاي وضيء شنو وضيء الغدد شو سو تصنع سانثيسايز ستور تخزن سيكريت تفرز اذا كانت هاي المواد تفرزها واللي تصنعها هي بروتينات مثال عليها البنكرياس اذا تفرز لبيدز مواد دهنية مثال عليها مثل الادرينال قلاند اللي هي الغدد الدرقية عفو الغدد الكبرية ادرينال الغدد الكبرية او تنتج لي مواد مثلا سيباشيس قلاند الغدد الدهنية هاي الغدد تنتج لي مواد دهنية او اكو غدد اخرى تنتج لي تنتج لي كومبليكس معقد متكون من الكاربوهايدريتس والبروتين مركبات مكونة منيش من الكاربوهايدريتس الكاربوهايدرات والبروتينات مثليش مثل الساليباري قلاند اذا ثلاث انواع من المواد الغدد تقوم بتلاثة تصنع وتخزن وتفرز وايضا هناك ثلاث مواد تنتج ثلاث انواع من الفرازات الغدد يا اما بروتينية يا اما دهنية يا اما بروتينية كاربوهايدراتية مثال عليها هاي الاخيرة هي الساليباري قلاند هذه اللبائن طلاب مماري معنى لبائن غدد اللبائن تنتج لهاي ومن ضمنها الانسان تنتج لهاي ثلاث انواع من الافرازات طلابنا العزاء development of glands تطور الغدد شون يتم قلنا يتم عن انه بعض الخلايا من النسيج الطلاعي تتخصص وتكون لغده formation of glands from covering epithelial الغشاء الطلاعي المحيط بيها او المغطئ لها epithelial seal proliferate تحترف او تتخصص and penetrate connective tissue وتخترق للنسيج الرابط اللي من الداخل معاها مو قلنا نوع من الانسيجة هو ال connective tissue اذا قلايا او عدد من الخلايا epithelial sales شو سوى تتخصص وتحترف proliferate وتخترق النسيج الرابط الموجود معاها they may or may not maintain contact with the surface ممكن بعد ان تكونت الغدد من النسيج الطلاعي تبقى محتفظة بقناة تربطها بالسطح الخارج ومال ال epithelium اذا بقت محتفظة بهاي القناة شو نسميها when contact is maintained موجود يعني نسميها exocrine غدد ذات افراس خارجي glands are formed تتكون without contact اذا يعني تكونت الغدد بس ما عدها قناة تتوصلها بالخارج شو نسميها endocrine الغدد الصمة glands are formed هس طلابنا هاي عدنا يعني تخطيط يوضح للغدد الموجودة بجسم الإنسان اول شي عندنا الهايبوثالاماس طبعا الهايبوثالاماس هي غدة توجد بين الدماغ مرتبطة وارتباط الدماغ بالنخاع المستطيع اه فهذه الغدة تتأثر بالسترس الضغوط الاموشن العواطف وايما تتأثر عدي بالادراكز او العقارات اللي ناخذها وهاي هي طبعا توجه لي بهالحالة الغدة النخامية اللي مرتبطة وياها اللي هي بتويتريقلاند وهاي الغدة النخامية هنسميها سيدة الغدد لان هي السيطرة لعى الغدد الاخرى هسا اللي راح نعددها اذا بتويتريقلاند الغدة النخامية هي سيدة الغدد شوف اول غدة هي الثيرويد غلاند طلاب على اليسار ثيرويد غلاند تكون وين محيطة محيطة بالقصبة من جهة الامامية من العنق شوف هاي الغدة الدرقية ثيرويد غلاند طبعا بداخلها مطمور شوف اربع حبيبات منا اثنين ومنا اثنين احنا بس الاثنين البليمين راسميهن اللي هي البراثيرويد غلاند اذا كم الغدة تجار درقية اذا الغدة تجار درقية كم فص بيها اربع فصوص بينما الغدة الدرقية فص يعني فص ايمن وفص ايسر تحيط بالقصبة الهوائية جواها طلاب الادرينال غلاند اللي هي الغدة الدرقية اه لاحفو الغدة الكضرية الغدة الكضرية هي غدد موجودة اثنين الغدد يمنى ويسرى كل وحدة موجودة فوق سطح الكلية من الاعلى بعدين عندنا البنكرياس طبعا قلنا هذا نوع هو تركيب غدي وظيفتين يعتبر اكزوكراين غدة ذات افراس خارجي مثل قلنا اللايبيسيز اللي يفرزها الاثنين عشر اللي تساهم انزيمات الساهم بهضم الدهون وكذلك يعتبر غدة صماء اندوكراين لان مثل يفرز للانسولين بشكل مباشر للدم اذا يمتلك الوظيفتين البنكرياس اذا كانت انثى فتحتوى على الاوريز ايضا تعتبرها يغدد لان تفرز لي الهرمونات الجنسية مثل البروجستيرون والاستروجين اما اذا كان ذكر فرح يحتويلي على التستيس يفرز لي الهرمونات الذكرية واهمها هو التستستيرون واشكركم طلابنا العزة